أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو أرخت لاستقلال مصر الفعلي وسيادتها وألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني أشار السيد الرئيس في كلمته بمناسبة ذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو المجيدة لأن من عادات الشعب المصري العظيم التدبر في دروس التاريخ وعباره والتعلم من الماضي لضمان استمرار مسيرة التقدم الوطني اليوم الذي تحيي فيه مصر وشعبها الأصيل ذكريات أيام خالدة غيرت تاريخ مصر والمنطقة فأنهت الاستعمار الطويل وأرخت لاستقلال مصر الفعلي وسيادتها وألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني وشهد التاريخ لثورة يوليو بدور وطني وتحرري امتد ليؤسس المكان الرفيع لمصر المستقلة وهذا اسمها في ذرة عالية عربيا وإفريقيا ودوليا ولعل من عادات وتقاليد الشعوب العريقة وعلى رأسها الشعب المصري العظيم التدبر في دروس التاريخ وعباره والتعلم من الماضي بإنجازاته وانكساراته وانتصاراته وعثراته لضمان السمير مسيرة التقدم الوطني وتحقيق المصالح العليا للوطن ولقد تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها عدم التفريط أبدا في الاستقلال الوطني وصون قرارة الوطن ومواطنية وبزل أقصى الجهد تحت جميع الظروف لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئة الأكثر احتياجا ترجمة نانسي قنقر